السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك حبيبي يا رب كلكم طيبين وكخير واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هقدمنا حضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع لابتداء في مادة المهارات المهنية لفصل الدراسي الثاني هشرح معاكم الدرس الثاني من المحور الرابع بعنوان العناية بالاقمشة والملابس واحل معاكم تدريبات كتاب سلاح التلميذ الموجودة على الدرس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى لو بقدمنا حضراتكم معلومة بسيطة قلوك تدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان اوصلوكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة انا هنزلها ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بمنتهى البساطة الدرس بعنوان العناية بالاقمشة والملابس في بداية الدرس بيكلمني ازاي اهتم بالملابس وازاي اهتمام الملابس ده بيؤثر على توقب الارض اول حاجة بيقولي بتوفر العناية بالملابس المال وجملة مهمة يعني ما احنا بنهتم بالملابس بتاعتنا وبنحافظ عليها ده بيوفر لي المال اول حاجة توفر العناية بالملابس المال ليه قال لي لانها بتساعد في الحفاظ على الملابس بحالة جيدة لفترة اطول اما انت بتعتني بملابسك ده بيوفر لك او بيحافظ على الملابس وبيخليها بحالة جيدة لفترة اطول ده اول حاجة رقم اثنين الاهتمام بالملابس مفيد للبيئة ليه قال لك لان شراء كمية اقل منها السياب يعني استخدام عدد اقل من الموارد كل ما بتشتري كمية قليلة من الملابس ده يعني ان انت بتستخدم عدد قليل من الموارد الموجودة عندك تاني الاهتمام بالملابس مفيد للبيئة ليه قال لك لان شراء كمية اقل من السياب يعني استخدام عدد اقل من الموارد كل ما بتشتري هدوم قليلة ده معناه ان انت بتستخدم عدد قليل من الموارد المتاحة قدامك تعال رقم ثلاثة بيكلملي على غسل الملابس غسل الملابس ده بيقولي لازم تاخد بالك بتراعي حاجة مكوية لازم مراعاة التالي عند غسل الملابس التالي ده ايه اول حاجة فرز الملابس حسب لونها ده رقم واحد الملابس البيضاء ده يتحاجة وزات الالوان الفاتحة دي من نوع تاني والمتشابهة في درجة اللون دي نوع تالت والملابس الداكنة دي نوع رابع يبقى انت لازم اول خطوة تعملها ما تيجي تخسل الملابس فرز الملابس حسب لونها كل الالوان اللي متشابهة مع بعضها تبقى مع بعضها الملابس البيضاء تبقى مع بعضها الملابس الداكنة تبقى مع بعضها المتشابهة في درجة اللون تبقى مع بعضها كمان بيقول لي نوع نوع الأماش لازم تاخد بالك من الملابس التقيلة أو الملابس الخفيفة ومدى التسخة يبقى أنت دلوقتي لما تيجي تخسل الملابس هي العناصر اللي أنت يجب مراعطها عند غسل الملابس أول حاجة فرز الملابس حسب لونها رقم اثنين نوع الأماش الصقيلة أو الخفيفة وكمان مدى التسخة يبقى أول حاجة فرز اللون رقم اثنين نوع الأماش رقم ثلاثة مدى التسخة تمام بيقول لي لازم تاخد بالك من تعليمات التنظيف على ملصقات الملابس كل الملابس اللي أنت بتشتريها بيكون عليها ملصقات كده في ظهر الملابس الملصق ده بيكون عليه تعليمات إزاي تخسل الملابس بتاعك قالك أول حاجة يجب التخفيف من يجب التحقق من رموز الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس قبل غسلها دي أول حاجة لازم تاخد بالك من الرموز اللي موجودة قبل ما تخسل الملابس تشوف الرموز دي بتعبر عن إيه يعني أول حاجة دي الصورة دي بيقول لك يخسل باليد فقط يعني دي دوم تخسلها على إيدك بس رقم اثنين ده بيقول لك جايب لك علامة المكوى وعمل لك عليها علامة خطأ يعني بيقول لك أن الملابس دي ما تكويش لا يقوى رقم ثلاثة جايب لك الصورة دي وبيقول لك أن ده بيخسل في الغسلة بمياه باردة رقم أربعة جايب لك الصورة دي وبيقول لك أن ده بيقوى على درجة حرارة منخفضة كمان بيتكلم على موضوع معالجة البقع وبيقول لك يجب معالجة البقع على الفور قبل غسل الملابس استؤال ده مهم نركزه فيه يجب معالجة البقع على الفور قبل غسيل الملابس لازم تعالج البقع الموجودة في الملابس بتاعتك أول ما تشوف البقعة عليكها على طول قبل ما تخسل الملابس بتاعتك كمان المحافظة على الملابس لمدة أطول ومراعاة البيئة يعني إيه بيقول لك أول حاجة استخدم المياه البردة لغسل الملابس لأن استخدام المياه البردة ده بيخليك تستهلك طاقة أقل ده أول حاجة كمان بيقول لي تجنب استخدام قال التكفيف الملابس المستهلكة للطاقة قال التكفيف الملابس دي بتسحب قهربة كتير فبيقولي تجنبها شوية على تجنب استخدام التكفيف الملابس المستهلكة للطاقة وكمان بيقول استخدم حبل الغسيل أو رف تكفيف الملابس كمان بيتكلم على كاي الملابس بقى كوي الملابس يعني وبيقولي في موضوع كاي الملابس ده بيقولي إن الملابس المكوية بتكون أقصر أناقة ولكن يجب تواخل حذر وطلب مساعدة شخص بالغ عند كاي الملابس خلي بالكم الجملة دي تجي لكم في الصحة والغلط وبتجي في الاختيار الملابس المكوية بتكون أقصر أناقة ولكن يجب تواخل حذر لازم تاخد بالك وتطلب مساعدة شخص بالغ عند كاي الملابس كمان بيتكلم على تخزين الملابس وبيقولك خزن الملابس بعناية من خلال تعليق قطع السياب ممكن تعلق قطع السياب أو ممكن تطويها طيها أو تخزينها في الدولات ده بيتكلم فيها على تخزين الملابس كمان بيتكلم على حاجة أنه هو بتختلف مصادر الحصول على الأقمشة يمكن الحصول عليها الأمش بتاع الملابس ده بنحصل عليه منين بيقولي فيها عندي النباتات المزروعة زي القطن والكتاب بناخد منهم أمش أو الحيوانات بناخد منها الصوف ودود القز الأغنام زي الحيوانات دي زي الأغنام ودود القز والبترول يبقى دي عندي اسمها مصادر الحصول على الأقمشة النباتات المزروعة والحيوانات والبترول النباتات المزروعة قالك زي القطن والكتاب الحيوانات زي الأغنام وزي دود القز والبترول كمان بيقولي فيها عندي أقمشة اسمها الأقمشة صديقة البيئة والأقمشة دي بتكون مصنوعة من مصادر نباتية وحيوانية ركزوا في الجزء ده قوي الأقمشة صديقة البيئة هي الأقمشة المصنوعة من المصادر النباتية والحيوانية الملابس المصنوعة من مواد مشتقة من البترول دي ملابس غير صديقة للبيئة ده هو بيقولك مصنوعة من مواد مشتقة من البترول عمراء ما تبقى صديقة للبيئة أبدا كمان بيقولك أنه بيفضل عند شراء ملابس جديدة اختيار الملابس المصنوعة من مصادر طبيعية طب أنا أعرف إزاي القماش وأعرف المصدر اللي جاي منه إزاي قال لك أهو مستلازم تاني تركزه على الجزئية دي قوي الملابس الصديقة للبيئة الملابس الصديقة للبيئة ما لها قال لك الملابس الصديقة للبيئة ديك هي الأقمشة المصنوعة من مصادر نباتية وحيوانية الأقمشة المصنوعة من مصادر نباتية وحيوانية لكن الملابس المصنوعة من مواد مشتقة من البترول دي ملابس غير صديقة للبيئة طيب تعال بقى نشوف القطن ده قالك القطن ده القماش بتاعه بيتماز ان هو بيكون متين ويمكن غسله وبنحصل عليه من نبات القطن يبقى ده صديق للبيئة القطن ده القطن ده بيكون متين ويمكن غسله ونحصل عليه من نبات القطن رقم اثنين نصوف بيقول لي نصوف ده دافئ ولا يتجعد بسهولة ونحصل عليه من الاغنام ده الصوف بيكون دافئ بيديك دفئ احساس بالدفئ وبيتجعدش يعني بيبينتمشي وبنحصل عليه من الاغنام البلوسطر بقى بيقول لي إن البلوسطر ده لا يتجاعد ما بيتجاعدش وبيدوم لفترة طويلة و بنحصل عليه من البترول ده البلوسطر رقم 4 الحريج ده بيكون ناعم و لين و كمان متين و بنحصل عليه من دودة القزة رقى آخر حاجة الكتان و قال لي إن الكتان ده خفيف الوزن و جيد التهوية و بنحصل عليه من نبات الكتان و ركزوا على الكتان ده يا قوي و ركزوا على البلوسطر و القطنة مهمين جدا التلاتة الكتان بيكون خفيف الوزن جيد التهوية بيكون نحصل عليه من نبات الكتان الحرير بيكون ناعم ملين ومتيب وبنحصل عليه من دودة القز البلوستر اللي يتجعد وبيدوم لفترة طويلة وبنحصل عليه من البترول تعالوا بعد كده نشوف بقى أسئلة الدرس اللي موجودة عندي في كتاب سلاح التلميس في صفحة 80 قال لي أول حاجة يمكن غسل الملابس البيضاء مع الملابس الداكنة طبعا الإجابة خطأ بعد كده كمان بيقول لي شراء كمية أقل من السياب يعني استهلاك موارد أقصر الإجابة خاطئة الملابس الصوفية ناعمة وخفيفة الوزن الإجابة خاطئة الكتان من الملابس خفيفة الوزن الإجابة صحيحة الملابس البلوستر ملابس صديقة للبيئة الإجابة خاطئة أكمل السؤال الثاني العناية بالملابس تساعد على توفير المال شراء كمية أقل من الملابس يعني استخدام موارد أقل غسل الملابس البيضاء منفصلة عن الملابس الحمراء هو فرز للملابس قبل غسل الملابس يجب التحقق من تعليمات التنظيف الأقمشة الأفضل للبيئة هي الأقمشة المصنوعة من صادر نباتية وحيوانية اختر الإجابة الصحيحة القميص النعم والليم مصنوع من الحريق لاستهلاك طاقة أقل يفضل غسل الملابس بالماء البارد آلة التكفيف الملابس بتستهلك الكثير من الطاقة الملابس الصديقة للبيئة هي الملابس المصنوعة من مصادر نباتية يفضل ارتداء الملابس المصنوعة من القطن لأنها متينة تعالوا معنا على السؤال الموضوع التال أول والثاني دول في صفحة 81 جايب لي أسئلة على الدرس الأول والثاني وبيقول لي يتم تصميم جميع الحضائق بشكل يحاكي البيئات البيئات الطبيعية طبعا الإجابة خطأ قلت لكم في حضائق بتحاكي البيئات الطبيعية وبعض الحضائق الثانية بيكون التصميم بتاحها مبالغتي يتم معالجة البقع بعد غسل الملابس طبعا الإجابة خطأ يفضل التخلص من الملابس القديمة بإلقاءها في سلة المهملات الإجابة خطأ بنعمل لها حاجة اسمها أعاد التدوير بنحصل على الصوف من دودة القز الإجابة خطأ استخدام المياه الباردة عند غسل الملابس يحافظ عليها المدة أطول الإجابة الصحيحة وتعالوا بعد كده أكمل العبارات الآتية يمكن الاستفادة من البلابس القديمة عن طريق أعالي تدويرها بتحتوي الحضائق على النباتات والأرصفة والبرجولات البرجولات اسمها البرجولات اللي هي التعريشات الخشبية يعني بيتم فرز الملابس قبل غسلها على حسب اللون ونوع القماش الاهتمام بالملابس يوفر المال نباتات الظل مزدهرة لأكثر من عام هي النباتات المعمرة اختر الإجابة الصحيحة نوع من الأقمشة لا يتجعب بسهولة هو الصوف المصدر الأساسي لقماش الحرير هو دودة القز يجب طلب المساعدة من شخص بالغ عند كي الملابس بيتم تخزين الملابس عن طريق طياها ووضعها بشكل مرتب عند ظهور البؤع على الملابس يجب معالجتها قبل غسل الملابس وده كان شرح الدرس الثاني وكانت أسئلة على الدرس الأول والدرس الثاني من المحور الرابع ياربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم جميعا حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مسمار وزهرة